فيما اختار جزائريون مغادرة الوطن برا وبحرا وجوا وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة على غرار ركوب قوارب الموت بحثا عن حياة كريمة والهروب من واقع الحال المزري حسب رواياتهم تبحث جاليات من جنسيات مختلفة الاستقرار في الجزائر بعد موجة غلاء المعيشة التي تعرفها بلدان هؤلاء الرعاية وهو الامر الذي ادى بعشرات التونسيين خلال الايام الاخيرة بالزحف نحو الجزائر هروب من الوضع المعيشي الذي تعرفه الجارة تونس ومن اجل اقتناء الكثير من الحاجيات كما ان ارتفاع سعر الدنار التونسي ساهم هذه الايام في تشجيع تنقل عدد كبير من التونسيين نحو الجزائر الرعاية المغاربة هم ايضا اختاروا الهجرة نحو الجزائر بكل طرق خاصة القاطنين على مشارف الحدود الجزائرية الغربية بسبب الوضع المعيشي المتدني التي تعيشه الكثير من العائلات المغربية بسبب السياسات التي اقرتها المملكة الجزائر خلال السنوات الاخيرة وبعد ان كانت محطة لعبور المهاجرين تحولت الى مكان يقصده هؤلاء ومن مختلف الجنسيات خاصة المالية والنيجيرية وحتى التونسيين والمغاربة جراء معاناتهم من وضع ملدانهم في مختلف المجالات بالاضافة الى ان الجزائر تعرف حالة من الاستقار والامن